بسم الله الرحمن الرحيم الجلسة العاشرة للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات العراقية الأحد الموافق 15 تشرين الأول عام 2023 توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء للسادة المحافظين أكد السيد رئيس مجلس الوزراء على توجيهاته السابقة بإعطاء الأولوية في الاستثمار للمشاريع الصناعية والزراعية في جميع المحافظات لما لها من أثر مهم في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية التي تستهدفها الحكومة في خططها وبرامجها كما وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بإيلاء مزيد من الاحتمام للقطاع التربوي وتوفير بيئة مدرسية ملائمة للتلاميذ من خلال توفير المياه الصالحة للشرب في المدارس وتخصيص نسبة من عقود العمل التي ستوزع على المحافظات لتكون عقود خدمة وحراسة للمدارس المصادقة على الخارطة الاستثمارية لمحافظتي كربلاء والديوانية مع الأخذ بملاحظات دائرة الشؤون الفنية في الهيئة التنسيقية بين المحافظات وبهدف تأمين العيش الكريم لشريحة المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية تقرر شمولهم بتخصيص قطع الأراضي السكنية وفق ضوابط تضعها وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة بعد المصادق عليها من قبل رئيس مجلس الوزراء كما تقرر تأليف لجنة برئاسة المنسق العام لشؤون المحافظات وعضوية السيدة وزيرة المالية وثلاث محافظات والهيئة الوطنية للاستثمار تتولى تحديد الصلاحيات المراد نقلها إلى مديري الدوائر الفرعية التابعة إلى دائرة عقارات الدولة في المحافظات ودعماً لمشروع دور المحترفين تمت الموافقة على قيام المحافظات بتخصيص مبلغ أربع مليارات دينار من تخصيصات النفقات التشغيلية لكل محافظة عن طريق إجراء المناقلة أو من تخصيصات إيرادات المنافذ الحدودية أو المناقلة من تخصيصات مشاريع البترو دولار وبحسب الآلية المعروضة من قبل الاتحاد العراقي لكرة القدم الموافقة على توصيات لجنة الأمر الديواني المرقمة 23446 لسنة 2023 كما يلي إخضاع الدوائر التالية إلى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة صندوق الإسكان العراقي المركز الوطني للاستشارات الهندسية المركز الوطني للمختبرات الإنشائية دائرة بحوث البناء دائرة الإعمار الهندسي دائرة الأشغال والصيانة العامة بينما تعد الدوائر التالية محلية خاضعة للمحافظات مديرية البلديات العامة المديرية العامة للمجاري المديرية العامة للماء دائرة الإسكان دائرة المباني دائرة الطرق والجسور دائرة التخطيط والمتابعة المديرية العامة للتخطيط العمراني كما تقرر تحديد الاختصاصات والعائدية في تأهيل الطرق السريعة وصيانتها كما يأتي تعد الطرق السريعة الوارد وصفها في البيان رقم واحد لسنة 2022 ومحرماتها الموصوفة في البيان رقم 2 لسنة 2022 الصادرين عن وزارة الإعمار والإسكان طرقا اتحادية تخضع بشكل كامل لسلطات الحكومة الاتحادية تعد الطرق الرئيسية ومحرماتها الوارد أوصافها في البيانين المذكورين آنفا طرقا محلية من اختصاص المحافظات بكل ما يتعلق بشؤونها حتى وإن كانت تربط بين المحافظات واعتبار الطرق الرئيسية التي تقع خارج التصميم الأساسي بما فيها العاصمة بغداد طرقا اتحادية تخضع لوزارة الإعمار والإسكان بكل ما يتعلق بشؤونها تعد الطرق الثانوية الوارد وصفها في البيان آنفا طرقا مشتركة بين المحافظات ووزارة الإعمار والإسكان وتجري إدارتها واستثمارها وتطوير محرماتها بقرار مشترك من الجهتين تعد الطرق المحلية الوارد وصفها في البيانين آنفا ومحرماتها طرقا محلية خاضع لسلطات الأقاليم والمحافظات بكل ما يتعلق بشؤونها تعد جميع الطرق الوارد ذكرها في البيان رقم واحد لسنة ألفين واثنين وعشرين خاضع إلى سلطات مديرية المرور العامة في وزارة الداخلية من ناحية سريان قانون المرور وتطبيق إجراءات السلامة والأمان والتأثيث وتقرر خلال الاجتماع أن تتولى المحافظات مسؤولية إنشاء وتنفيذ وصيانة الجسور والأنفاق غير المذكورة في الفقرتين آنفا وبشأن المحطات الوزنية تقرر ما يأتي واحد قيام دائرة الطرق والجسور في وزارة الإعمار والإسكان بمراقبة التزام المستثمرين لمحطات الوزن المحورية اثنين تضع وزارة الداخلية دوريات ثابتة لمنع مرور الشاحنات دون الدخول إلى محطات الوزن للتأكد من أوزانها وحمولتها ثلاثة إعادة فحص الشاحنات وتثريغ الحمولة الزائدة أربعة قيام وزارة الإعمار والإسكان بشمول جميع الطرق الرئيسية التي تتطلب إنشاء محطات وزنية كما تقرر أن تتولى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة مسؤولية تنفيذ وصيانة الجسور والأنفاق وفق المحاور الآتية واحد الجسور العابرة على نهري دجلة والفرات بكل أنواعها اثنيا الجسور التي تزيد أطوالها عن مئة متر على الأنهر الفرعية والمبازل ثلاثة الجسور التي تتقاطع ضمن الطرق الرئيسية والسريعة بضمنها طريق المرور السريع رقم واحد والطرق ذات الطبيعة الاتحادية أربعة الأنفاق التي تقع ضمن مسار الطرق الرئيسية والسريعة خمسة بإمكان المحافظات إجراء أعمال الصيانة للأنفاق والجسور القائمة بعد مفاتحة وزارة الإعمار والإسكان والمصادقة على الكشوفات المعدة لهذا الغرض شكرا شكرا شكرا